لا تزال ملفات الفساد تلاحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الذي رفض مجددا الإذعان للتحقيقات شرطة الجرائم الاقتصادية كانت قد استدعت ولد عبد العزيز للمثول أمامها والتوقيع على المحاضر لكنه رفض مؤكدا تمسكه بالحصانة التي يمنحها له الدستور كرئيس سابق والتي تجعل محاكمته من اختصاص محكمة العدل السامية وأكملت الشرطة بداية الأسبوع الجاري محاضر تحقيقها في الملف الذي عرف إعلاميا بفساد العشرية وبدأت منذ الثلاثاء في استدعاء المشمولين فيه لتوقيع محاضرهم ومن المتوقع وفق مصادر أن تستدعي النيابة العامة خلال الأيام القادمة المشمولين في التحقيق بمن فيهم الرئيس السابق وبعض الوزراء وكبار المسؤولين السابقين وبحسب محاضر التحقيق سيتم توجيه تهم تتراوح ما بين الفساد وغسيل الأموال وبدأ التحقيق اعتمادا على التقرير الذي أنجزته لجنة التحقيق البلمانية في النصف الأول من العام الماضي وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الموريتاني التي يحقق فيها مع رئيس سابق بتهمة الفساد ورفض ويلد عبد العزيز أكثر من مرة التجاوب مع المحققين معتبيرا أن التحقيق معه مخالف للقانون فيما اعتبر فريق دفاعه أن التحقيق له أهداف سياسية وأنه يسعى لتشويه سمعة محمد ويلد عبد العزيز اشتركوا في القناة